إن أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة قارئ ومجاهد وجواد فأما القارئ فيؤتى به فيعرفه الله نعمة فيقول ما فعلت فيها فيقول يا ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك فيقول الله عز وجل كذبت إنما فعلت ذلك ليقال قارئ فقد قيل من يصرف العبادة لغير الله على نوعين أولهما من يصرفها لغير الله على جهة العبودية له ذلا وخضوعا له كمن يعبد وليا من الأولياء يسجد له أو يسجد لضريح من الأضرحة يتقرب لذلك الضريح فهذا شرك أكبر لأنه صرف للعبادة لغير الله تعالى والثاني من يصرف العبادة لغير الله لا على جهة العبادة له كمن يفعلها على جهة الرياء والسمعة فهذا شرك أصغر يحبط ذلك العمل ويجعل الإنسان لا ينال به أجرا وإذا كانت أعمال الإنسان كلها على هذا المنوال كان من أصحاب نار جهنم إلا أن يتداركه الله بأن يكون عنده أعمال أخلصها لله وقد قرأوا الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة قارئ ومجاهد وجواد فأما القارئ فيؤتى به فيعرفه الله نعمة فيقول ما فعلت فيها فيقول يا ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك فيقول الله عز وجل كذبت إنما فعلت ذلك ليقال قارئ فقد قيل فأمر به إلى نار جهنم ولذلك يحذر الإنسان من أن يكون مقصوده بالعبادة أن يكون له ثناء حسن عند الناس أو أن يكون له سمعة طيبة أو مكانة عالية مرموقة وسواء كان ذلك في صلاته أو في عباداته أو في طلبه للعلم أو في تعليمه ونشره للعلم الشرعي ليكون الإنسان موحدا بأعماله ترجمة نانسي قنقر